إلى ذلك نظم مكتتب سكنة عدل بيتوغورد في ولاية ورقلة وقفة احتجاجية للمطالبة بتعجيل في وطيرة الإنجاز التي فاقت مدتها القانونية يقول محسن صخر في هذا التقرير مشاريع سكنة عدل بيتوغورد تعرف تأخراً كبيراً في الإنجاز على غرار باقي ولاية الوطن مما دفع بهؤلاء المستفيدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعجيل في وطيرة الإنجاز التي فاقت مدتها القانونية ميات مكتتب على مستوى مقاطع أيدة القرط لكن حبر على ورق نحن المواعيد على الوعود اللي راهي حالياً راهي عندنا مدابينة عدتونا بيش تجوها أخويا تشوفوا المشروع وراء تشوفوا المشروع وراء مسكنة راء ما زال ما لحكوش حتى النسبة 60% ولا 50% إلى ما تهد الحقرة والتهميش نطالبوا السلوطات المعنية من المير للوزير المير، شاف دايرة، الولي المنتدب الجديد اللي رام جايبينه، الولي ولاية ورقلة المدير وكالة عدد ورقلة، مدابينة يشوفونا ويجونا ويحصوا بينا يشوفونا المحتجون طالبوا سلوطات العليا بالتدخل العاجل بعد مسائم من وعود السلوطات المحلية التي وصفوها بذر الرمادي على العيون تصلنا بالمدير الجهوي كم من مرة أكثر من ثلاثة مرات وطلبنا استفسار عن عدم مواصلة الأشغال في ورشة الإنجاز سكنة عدل بلدية توقورت ولكن الإجابة نتاعه كانت سوف يزور هذه المنطقة في أقرب الأجال غياب ممثل عدل على مستوى المقاطعة الإدارية توقورت يرهن مطالب هؤلاء المحتجين لمكتتب عدل بالمقاطعة الإدارية توقورت موصد صخر الشروق نيوز ولاية ورقلة